موسيقى السلام عليكم خوتي واشهركم لباس بخير بون بزافة يقولولي هضرنا على القاضية اسلام سليماني زادوا قلولي او دارت الصريحات وكذا بون شمعت هاته تصريحات هديك زادوا بعتولي هاته الصفحة هادية دكنا قرار وش قال اسلام سليماني لتصريحات التاعو وثانيك بزاف يهضروا لي بللي لغى الاشتراك تاعو في الانستغرام بالليلي زع ما لغوا الاشتراك بيناتهم هدي مراهيش حاجة دك نوصل لها ونوضحها حاجة نورمال حاجة نورمال صاريف دكنا نقول لكم على صاريف يعني بدون ما تكون حاجة كبيرة نقرأ وش قال اسلام سليماني ونعطيه بعض التفاصيل لان كاين بعض الناس تحب تدير الفيتناوتها لا على بالكم ما خوتي على بالكم باللي يحبوا يديروا الفيتنا في المنتخب داخل المنتخب كما قال لك مبولحي يا خي سمعتوا رافق واحد قال لك مبولحي باللي او ما جاش اللي كيف مصنال على جال ديلور كي يقول له هاي غيعبك اضنو ما بعرف وكما الاخر قال لك اضنو رياض محرز يعني تقريبا ما يقول ليش قال لك ما يقول ليش يعتزل دوليا قتلونا ب اضنو ممكن واشكو هادي هي صاحبة تاعنا هادي هي الادلة تاحها اضنو المصدر اضنو كي تروح لهم المصدر اضنو يتخيلو وداش يديرو تضج على حاجة يحبو كيما يقولو يشوفو كيفاش باش يحطو هاديك الموضوع ويطرتقو هازا ما بهذا ما كان نقرأ واش قال اسلام سليماني ونوضح لخوتي بزاف الامور لانا علاش حبيت مخرج بهذا الفيديو باش نوضح بعض الامور سورتو تال انسيجرام هذي اللي تنحوا بيناتهم وكيما راهم يقولون ممكن اللي انا سمعت بزاف قالوها على كل احد قال اسلام سليماني في تصريحات لجريد التليجرام الفرنسية التي نقلتها نقلها موقع قول العالمي شجعت بالليلية على البقاء في بريست هذي النقطة جينيكم ليها نعطي لكم بعض التفاصيل مش اظنو نو تفاصيل يعني واضحة توضح روحها باينة طبعا ماشي معلومة ولا مصدر ولا وما ندخلها اظنو كيما هذو كل خروطه ولكن قراءة القراءة القراءة التاعي وتبقى تاعي على كلها نوضح لكم بعض الامور قال لك واضاف لا اريد التحدث في الموضوع كثيرا ان الامر معقد بعض الشيء وهذا الامر يهم بالليلي وكيما قولوا ما يهمني شأنه بسعه كان امور معقدة اللي صارت كيما قولوا هو كيتا وانا ما كنتش حابه يروح دقوا نقول لكم علش ما كانش حابه يروح قال لك كما تابع واسمه الاسلام سليماني يوسف رجل مسؤول عن نفسه مسؤول عن نفسه هو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن قراره وهو المسؤول عن القرار تاعه ومن جانبي اتمنى ان يجد فريقا مناسبا له في اقرب الاجال ورهو يتمنى له كل الخير راهو يتمنى له كل الخير دقوا نجيكم الانستغرام نعطي لكم توضيح عليها اردف مهاجم الخضر وجوده في برسا فعادني كثيرا هذا النقطار كزولي اللي هامليح دقوا نعاود نقول له الى جانب بالقبلاء اؤكد ان يوسف الليلي لعب دورا كبيرا في قراري باللاعب لصالحة برس افهامي الفاهم عليها تروحوا الحاجات بعيدة راكم بديتوا تفهموا بصعدكم نزيد موضح اللي مازال ما وصلاتوش الفكرة يعني حتى كلام اسلام سليماني واضح جدا قال لك لكن لم اكن اعتقد باتاتا مغادرتهم انها في الوقت الراهن اخلاص كلامه مفهوم يعني بلما نزيد مهضر بصع ما عليش نزيد مهضر باش نزيد ونوضحه كثير قال لك كما ختم مهاجم برس اهم شيء لي بالليلي هو ايجاد نادي يحمل قميصه واؤكد لكم فقط انه لاعب يملك امكانيات كبيرة جدا ويتمنى له كل خير ويعتار بالامكانيات التاعو وبركونا من الفتنة نعاود ونقولوا الحتايا كيفاش بذات قال لك بالليلي لعب دور كبير باش جيت انا البرس هكذا ولا لا لا اسلام سليماني لو كان باركزوم تفضلوا بين برس باش لو كان ما كانش نعطيها لكم مالاخر لو كان ما كانش بالليلي في برس اسلام سليماني عمره وما يروح لبرس وعمره وما يروح لبرس يقول لك نروح الكاش اعلى بالو باللي برس انه ضعيف ويقول لك نروح الكاش النادي على الاقل يكون متوسط على الاقل نادي يكون يلعب بالليل باريكزومب النادي نادي يكون متدرجة ان يمليح هو شيف برس برس بليه فارق ضعيف بيكون صراحة جدا متوسط ضعيف 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 برس واسلام سليماني ما يروحش يجازب في نادي ضعيف اللي كل مات يخسر بالسبعة يخسر بالثلاثة يخسر كل مات يخسر يعني قليل وين يربح موبالات فاسلام سليماني بالليلي قالوا اروح عندما ركب لنادي ركفريتها مع سبورتين اروح عندما رانا هنا في زوج اسلام سليماني خمم قال لك باللي معلش هذه مليحة افادة افادة للمنتخب قلنا عليها احنا يا بللي يكونوا لعبين جزائريين باريسو بكيتشو بالليلي اسلام سليماني رأس حربة وبالليلي جانح وتلقى هذا التناغم يبني التناغم اللي كان بانيه مع ابو نجح يبني هذا التناغم مع اسلام سليماني كي يجي للمنتخب عندهم تناغم هذه افادة للمنتخب بالليلي قالوا اروح وبعد بالليلي اسلام سليماني جاء بالليلي ارفض كابتي واعطاها هنا وين ندخلوا ندخلوا الامور عدة بلات فلسيبلة والو بللي حتى ندخلكم في النقطة على الانستغرام يا اخي العزيز انا عندي صحابي كبرت معاهم وطربيت معاهم ونحبهم ويحبوني ونختلفوا في امر ما نعيط له ما عيط ليش مدة طويلة شهر شهرين ثلاثة عام خلاص عام من زيش قاعد ماذرة معاه اسلام سليماني وبالليلي قبل ما يكونوا لاعبين راه مباشر يقدر يزعف ماذا يزعف ماذا يزعف يعني كاين نقطة كاين حاجة معقدة ماذا يزعف ماذا يزعف ماذا يزعف ماذا يزعف ماذا يزعف من ماذا يزعف ماذا يزعف ماذا يزعف نحاول الاشتراك بالك كما قلوا بالهضراك ده يا شغل تهاضروك ده مالناس عفف عليها زعف عليها يا روح ها يلغين الاشتراك يلغين الاشتراك اكا على فالكم احنا جزائريين عندنا اذيك العقلية بتاعت تقلق منه ماشي تعيط لهم بعد يتسامحوا ويجوم بعد الاخرية القناة ده اسلام سليماني يكملها في بلاس ولا يروح مبراست ولا يعاودوا يتفاهموا تعاودوا ولله لكن مرمال عادي مراهي الشي كبير وربي يهديكم يا مواقع التواصل الاجتماعي لغل اشتراك مع انتها بومبة ما امر طبيعي زعف منوك يعيط له هدا ما كان علاش راكوا تكبروا في الامور تقول لا في انفسكم هدا ماك بيش تخدموا بيش تخدموا انا هدا هي قراءتي وباينة متصراحة انا استنتقوا دي خطرة كنت على بابي بها بلي كي قالوا لي محبي قالوا لي هادرنا محبيش بسح كيران يشوف بلي الفوضى بالزافة راه يتهدر علي اسلام سليماني ورامي شي نشعوا بلي او قال اولو خرد اولو خرد مكاش قاع منه راكوا تشوفوا اسلام سليماني راه يهدر غير بالخير على بالليلي النقطة السوداء انه بالليلي قالوا عروح وراح ما بعد عفسها له وراح وغلا نورمال ما تشعلوش النار وما تديروش الفتنة في المنتخب لان ما تتبعوش ما تتبعوش الناس اللي تدير الفتن ما تتبعوش الناس اللي تحوس على نقطة لو كانت تريح في رأسك تريح معروحك هاقدايا وتقراها تقراها نورمال يقدروا زوجو ما يتفاهموش انتو ما بكاي عليها غير في المنتخب الوطني جزائري ايه حلا في الكاميرو ومحن لمحاجد الكاميرون زيدو فكروني واحدا الوقت فلاكوا بديوموند فلاكوا بديوموند واقل ما هي فلاكوا بديوموند راحوا يتضر بو بالدمزة الكاميروني يتضر بو بالدمزة بالدمزة نورمال صاريذ ولكن امور صغيرة يتفاهم معاهم بلناصر يتفاهم علي كيف يتفاهم معاهم براهيمي يتفاهم معاهم عندو عيكي بتاعه وتلقاه وكين يبقى لقدر هذا وش حبيت سليماني باشر براهيمي ماشر بلناضي باشر كلهم باشر بالماضي ويموplant feal 11- 70 انا يجيب علي اكان Learn apa اتنا経��터 ه Keyser 是pero المشكلة يزعف سليماني كي بالليلي قلوا اروح لعندي راح لعنده راح وخليها انا في بلس سليماني هنا ازعف انه ارمال يجيبك المالي يحطيها ويروح في النهار يحطك ويعطيها ويروح يخليك تسلنا تزعافيه النورمال هذا ما كان خوتي ما تتبعوش ما تتبعوش الإشاعات هدوك اللي يحبوه كما قلوه يسخنو الحالة هدوك ما ما تتبعوه همش الأمر واضح صراحة إسلام سليماني واضحة هدو وش نقدر نقول لكم وربي يهدي ما خلق هدو ما كان ربي يهدي هدوك الناس هدوك الناس اللي يظل يهضر عليهم جمال بالماضي ربي يهديهم ربي يهديهم إن شاء الله هقدم من وحي من عند ربي يتهدوا هدو ما كان ما تتبعوش عليكم خوتي وقلكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام